هتطبق قيسي الا عندي اي واحدة فيها. هتطبق قيسي الا عندي ايه? اي واحدة فيها. انا عندي نوعي من القري عمتا عندي نوعي من القري عندي حاجة اسمها الان سورتت قري اللي هو القري اللي مش مترتب. قري مش مترتب. تمام? آآ وعندك اللي هو السورتد قريي. السورتد قريي ده يا اما قريي مترتب تسعوديا. العناصر فيه مترتبة تسعوديا او تنازلية. فبقى انت عندك كم نوع من قريي عندك يا اما انسورتد قريي. يا اما سورتد قريي. تمام? هتبدا عايزين بقى نشوفها البيج او عامل ازاي في الانسرشن والسيرش والدليت والدليت والمسح سواء في الانسورتد قريي او في السورتد قريي. طيب. هنبدأ الاول في الانسورتد قريي. في الانسورتد قريي. هنبدأ في الانسرشن. في الاضافة. طيب. عندك هو قريي ببساطة الاري ده انسورتد. يعني يعني ولا هو مترتب تسعوديا ولا تنازلية. ولا هو مترتب تسعوديا ولا تنازلية. تمام? ده انسورتد مش مترتب. فببساطة لو انا عايز اعمل اضافة عايز اعمل انسورت اضافة عملها ازاي? فقال لك مسلا اول حاجة هتعرف الري اهو. تمام? سيقفل او مش هتفرق. تمام? هتقول له بتاعك سبعة مسلا. الساعة بتاعك سبعة. فاخر اندكس بيعمل لك اللي هو رقم ستة. تمام? فانت عشان تعمل آآ آآ هتقول له ايه مسلا هتقول له الري اوف زيرو بيسوي واحد وخمسين. الري اوف الواحد بيسوي ستة. تمام? فانت كده كده محتاج تعمل انسرت فانت محتاج تعمل ايه? هي خطوة واحدة بس. عايز تعمل انسرت مسلا في اللي هو في المكان رقم اربعة. انت مش محتاج تعمل حاجة. مش محتاج ولا تعمل تدور ولا تعمل اي حاجة. المكان مسلا في اربعة فتقول له حطي لي في اربعة. حطي لي في خمسة. حطي لي في اتنين. حطي لي في واحد. حطي لي في سيرو. تمام? فالمكان مش هيفرق معاك. وعلى حجم الاريه هيفرق معاك. كده كده التامة الخطوة واحدة في الاضافة. دي حالي سألنا من شوي. تمام? طيب. في طيب لو انت عايز تخلي اليوزر هو اللي دخلك بقى في الجافة. قال لك عندك طريقتين في في الجافة. تمام? آآ هنخش الاول تعالى فين? هنأوليكم هنا. اهو. طيب بص. حينها ببساطة اهو. لو انا عايز مسلا دلوقتي هجيب بس ده كده. اهو. طيب. ببساطة. انا دلوقتي معرف اهو في عندنا كده البابليك كلاس مين. البابليك مين كلاس. طيب? بعد كده عندنا اللي هو المين فانكشن اللي احنا قلناه قبل كده. طيب. بعد كده بعرف الرية عادي اللي هو بقول له انت. تمام? بس ده كده بكتب اسم الاري. بعد كده بيساوي نيو انت. هو بكتب بتاع الاري بتاع كم? بتاعي سبعة. آآ تمام? وشيك ده كده. طيب. فنفترض ان انت عايز تعمل طيب. انت عشان تخلي اليوزر هو اللي يدخل فانت محتاج لوب. محتاج لوب. تمام? سواء هتعمله بالهويل او هتعمله بالفور او هتعمله بالدهويل مش هتفريم ماكف اي حاجة انت بحتاج كده كده لو. تمام? نفترض انت هتعمله بالهويل فاتعرف كاونتر تمام? هتعرف كاونتر او هتسمي اي او اي حاجة. اللي هو هيبدأ من عند رقم زيرو طب لا هيبدأ من رقم زيرو لان الاري بيبدأ من رقم زيرو عندك. تمام? طيب. ببساطة ببساطة. عشان تخلي اليوزر هو اللي يدخل لك الكيم. كنت في انت في سي بلاس بلاس بتعمل ايه? بتكتب سي ان وهكزا بتستقبل منه عن طريق سي ان. طيب. عشان تستقبل في هنا في الجافة بتستقبل عن طريقة حاجة اسمها عن طريقة حاجة اسمها اسقنر. تمام? طيب. الاسقنر ده ببساطة هو عبارة عن كلاس. عبارة عن كلاس. فانت لازم الاول تستدع المكتبة بتاعت الكلاس دي. هتستدعها ازاي? عشان تستدع اي مكتبة في الجافة بتكتب كلمة فوق كده. تمام? فوق اللي هو فوق الكلاس. فوق الكلاس اللي عندك بتقوله كلمة تمام? بعد كده بتقول له ايه? انت المفروض الجافة لما بتيقي تستدعي اي حاجة بتستدعيها من عن طريق الجد. من عن طريق الجد اللي هو الكلاس الجد. فانت ايه الاسقنر انت هتناديله من اول الجد. الجد middle Skinner اسمه ايه? اسمه جافة. تمام? بتقول له import. جافة. بعد كده تقول له ضد. طيب. ابن الجافة ده مين? ابن اسمه حاجة اسمها يوتيل. يوتيل ده هو اللي يعتبر اللي هو ابو ده اللي هو ايه? اللي هو ايه? اللي هو ابو احنا قلنا دلاتي عشان تستدعي اي حاجة بتستدعيها عن طريق جد. تمام? بعد كده بتقول له اسكانر. فانت ببساطة بتقول له عشان تعمل import للسكانر بتستدعي عن طريق من اول جده. الجد بتاع الاسكانر عبارة عن ايه? اسمه جافة. بعد كده ضد اول اسكانر اسمه يوتيل. بعد كده ضد اسكانر. خلاص انت كده عملت المكتبة بتاعت الاسكانر? اه. قال لك بعد كده بتعمل ايه? بعد كده ببساطة. اه. بتيجي قبل اللوب اللي عندك كده بتعمل ايه? بتعمل object من يعني الاسكانر ده احنا قلنا هو عبارة عن كلاس. فاحنا المفروض نعمل اول object من الكلاس ده عشان نقدر نستخدم الحاجات اللي جوه الكلاس ده. فنعمل object ازاي? ببساطة بكتب كلمة اسكانر. اللي هو الاساسي. تمام? هعمل object منه ببساطة هسمي مسلا اسمه سكان. ده الobject بتاعي. تمام? هقول له بيساوي عشان اعمل اه object فبقل له new. نيو دي معنى ان انا عايز اعمل ايه? object جديد. نيو. بقل له كده اسم الاسم الكلاص اللي عايز اعمل object اسمه سكانر. اسم الابجيكت عبارة عن ايه? اسكان. بعد كده بيساوي نيو. بعد كده بقول له اسكانر. تمام? كده انا عملت ايه? عملت اوبجيكت جديد من الكلاس اللي اسمه سكانر. عملت اوبجيكت جديد اسمه سكان من الكلاس اللي اسمه سكانر. طيب? الاسكانر ده جواه كزا خاصية. انا عايز ادي للاسكان ده اني خاصية جواه. عايز ادي لك خاصية الادخال. عشان كده بكتب جواك خسين بتاع الاسكانر ده. حاجة اسمها system dot in. بس. طبعا? يبقى انا ببساطة كده عشان اعرف سكانر بقول له بس اده الاول اللي سكانر من فوق عن طريق بقول له import java dot dot scanner. طبعا? بعد كده بعمل ايه? بعمل بس بقدرش استخدم من السكانر يعني بس لانه هو كلاس. طبعا? فالمفروض بعمل اوبجيكت منه الاول. بعد اوبجيكت منه ازاي بقول له سكانر. اللي هو اسم الوبجيكت عندي اللي اسمه سكان. بيساوي. نيو سكانر. انا عايز اعمل ايه اوبجيكت جديد? عشان كده بستخدم كلمة نيو. اوبجيكت جديد من الاسكانر ده. طيب. الاسكانر ده احنا قلنا فيه كزا خاصية فبقى بينكم سين بكتب اسم الخاصية اللي انا عايزة استخدمها. لا خاصية الادخال. فبكتب جوة system dot in. تمام? وتلاحظوا ان الاس كتل. تمام? طيب. ببساطة هخليه ياخد ב� اليوزر اهو. هقول له ما هو اصغر من كم السبعة. ممكن اقول له بدل ما هو اصغر من السبعة اقول له اصغر من الري. دوت лينس. اصغر من كم? اصغرمن الري. فهو ببساطة потاعت ال الري بتاع اللي هو كم سبعة فهيقوللي كاونتر اصغر من كم? من السبع. وهيبدألي من اول الزيرو. طيب. فانا هقوله ببساطة ايه? هقوله ببساطة system. system. dot. print line. واقوله ياخدلي مثلا كده في الشكل ده. ايه وكلمة الاي. وهشيل بس اللين دي عشان ياخدش يعني ياخد يعني هيدبعلي كلمة بس هيدبعلي ايه? هيدبعلي زي كده هيدبعلي اللي هو الري اوف زيرو مش عارب بيساوي كذا ويبدأ ياخد اللي ايه? ياخد مسلا الخمسة في الاري اوف زيرو. تمام? اللي ياخد خمسة في الاري اوف في الواحد. تمام? دي دي ممكن ما تعملهاش عادي. دي ممكن ما تعملهاش. دي كده بس عشان ايه? شكل جمالي مش اكتر. في الاوتبوت. تمام? طيب. عشان ابدأ استعبل بقى من اليوزر المفوق كده بتقوله ايه جوه اللي هو كده كنت بتقوله في سي بلاس بلاس بتقوله ايه? سي ان اري اوف ايه اوف الاي. تمام? لأ هنا بقى مش هتقول له سي ان اري اوف الاي. هنا بتعرف ايه? بتعرف متغير اسمه النم. بتعرف متغير اسمه نم مسلا اي حاجة. نوع انتجر. تمام? ده بيساوي ايه? ده بيساوي اللي هو الاوبجيكت اللي انا كنت اعمله. الابجيكت اللي انا كنت اعمله هو الاسمه اسكان. تمام? دوت ايه? طيب انت الاول كده انت عايز تخزن الاول, انت عايز تاخد الاول. الحاجات اللي انت عايز تدخلها ده هي نوح انتجر ولا نوح بيت ولا نوح شورت ولا نوح قال لك لو هي نوح انتجر فبتقوله Antonio s talking. اللي هو الابجيكت ده .nextint .nextint طيب لو هي double هتقول له scan .next double تمام اه لو هي نوحة short مثلا هتقول له scan .next short وهكذا طيب اللي أنا عايز أخذه دولة اللي هو ايه اللي هو nextint بس واعمل له semi call اللي هو هيبدأ ياخد مني ايه سيميكو طيب اه هو اللي فيه هناك كذا error system كانت مكتوبة غلط تمام و ايه تاني اه وهنا دي اسمها counter مش ايه تمام كده تمام اه فكل اللي انا عملته ببساطة عملت ايه كل اللي انا عملته ان انا عرفت array الساعة بتاعه سبعة تمام قلت عندي دولة counter بيساعة هيبدأ من اول zero تمام وطبعا انتو عارفين ان مرحلة بتاع الكاونتر والانيشاليزيشن بيبقى وره في حالة الهوايل في حالة الهوايل تمام طيب بعد كده بعرف ايه بعرف بعرفت السكانر فوق اهو عن طريق import scanner عرفت اه 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 object اللي هو من من اللي هو اسمه scan هسميه scan عايز تسميه اي حاجة مش مشكلة عايز تسميه اس بس سمي اس هتقول له scanner scan طب بيسوي new من ده هياخد خاصية ايه هياخد حاصية اللي هي system system dot in تمام طيب جوه هنا اللوب بتاعك اللوب بتاعك هيبدأ من اول الكاونتر طول ما الكاونتر اصغر من الرية dot lens اللي هو هشوف ال lens بتاعك كم سبعة فاصغر من السبعة فهيبدأ من اول zero لغاية كم لغاية آه ستة تمام طيب هنا وبساطة هقول له system dot out dot print تمام او طول print هنا مش print line عشان ياخد ياخد الحاجة جنبها تمام يعني ما يعملش الخطوة دي بعد كده ينزل سطر فبقول له بمساطة بس يتبعلي القوس ده العلامة دي كده تمام كشكل بس مش اكتر طيب عايزو يتبعلي بقى كيمة كام في 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 كام لفها بزيرو فهيتبع لي كده المفروض هيتبع لي في اول لفة اللي هو هيعمل لي العلامة دي كده. طبعا? بعد كده يقول لي في اول لفة زيرو. بعد كده يعمل لي العلامة التانية دي. طبعا? بعد كده يعمل لي اكوال. بعد كده ياخد بقى ايه هنا? ياخد هنا ايه الرقم الاولي انا هدخله مساك خمسة. هياخدها خمسة هنا. في الاريوب زيرو. طبعا? اهو. طبعا عشان تربط بقى بين اي بين اكتر من جملة آآ من اكتر من جملة بتعمل ايه عن طريق عالمة الايه الزائد. طيب عشان تاخد بقى كده دي تعمل زي السي ان كده. دي عاملة زي السي ان. بتقول له سكان دوت نيكست انت. طيب سكان دوت نيكست انت دي هتخزنها في ايه? هتخزنها في متغير من نوع انتجر. تمام? لو جينا نجرب الكود كده. طيب المفروض بقى احنا كده مزدش. يعني المفروض عنا عندك الكاونتر. دي زيت فهتقول له في الاخر كاونتر بلاس بلاس بحيس ان هو يشتغلك اللوب بتاعت. لو جيت عملت كده. اهو بص تحت كده قال لي ايه? الآآ اه 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 زيرو احط لك في كام فحط له حط لي في خمسة. خمسة مسلا. اهو قال لي طريق في اللوفة التانية اللي هو في واحد حطيلي في عشرة. اللي هو الرقم اتنين حطيلي في كم? حطيلي في خمستاشر. تلاتة حطيلي في كم وشرين. تعم? اربعة حطيلي في كام خمسة وعشرين. خمسة هتحطيلي في تلاتين. ستة هتحطيلي في كام خمسة وتلاتين. تعم? وبس هو سيكت. هو كده اخد ايه? قيم من اليوزر. تعم? ده طريقة ان انت ازاي تاخد قيم من اليوزر. تعم? طيب في طريقة تانية عن طريق الايه? عن طريق اللي هو ان انت بدل ما ما يكونوا في شكل الكونسول كده. ان هو يطلع له حاجة زي كده. نافذة كده زي دي. زي دي كده. نافذة زي دي كده. تعم? دي بتتعامل ازاي? دي بتتعامل عن طريق نفس الكون ده اللي احنا عمولنا عاملينه. بس هتقول له ايه? هتقول له هنا بدلا ما كنت هتعرف لا هتعرف حاجة اسمها ايه? جي اوبشن بين. جي اوبشن بين دي بتجي عن طريق حاجة اسمها جافا اكس. دوت سوينج دوت جي اوبشن بين. تعم? وتاخد بالك من من الحروف هي عاملة ازاي? لو هي الحاجات الكابتل بتحلها كابتل. واللي سمول بيخليه سمول. تعم? بعد كده انت عرفت هو عندك الاري. السراج بتاعك سبعة. عرفت الكاونتر ما فيش مشكلة. تعم? جوه الكاونتر بتعمل ايه? بتستدعي بتقول له ايه? جي اوبشن بين. جي اوبشن بين بتستدعيها بتقول له ايه? جي اوبشن بين دوت. حاجة اسمها شوق انبوت دايالوك. الشوق انبوت دايالوك ده اللي هو هيزهر لك ببساطة هيزهر لك النفذة دي. هيخليك النفذة دي اللي تزهر لك. تمام? طيب. بتاخد كزا برامتر اول برامتر بتخليه بنوع نال. بعد كده الرسالة المفروضة هتزهر لليوزر اللي هي بتقول له انتر انامبر. كلمة انتر انامبر ده هتزهر فين? هتزهر هنا هو. هتزهر في كلمة انتر انامبر تمام? هيبدأ يستقبل منك في المربع ده كده او المستطيل ده كده اللي ايه? النمبر بتاعك او رقم بتاعك. تمام? ايه? فين? تمام? طيب. كل ده المفروض بتخزنه في ايه? بتخزنه في متغارب من نوع سترينج ليه? لان الشاشة دي ما بتستقبلش حاجة غير سترينج. طيب بعدين كده هتقوله ايه? انت المفروض محتاج ان انت اا يعني يخزن يعني الحاجات دي تكون انتقار تحاول لان انتقار انت ده عايز تحول من سترينج الانتقار هتحولها ازاي? هتعرف متغاير اسم ونام مبتغاير اسم ونام تبامك. متغاير اسم ونام ده عايز تحول عايز تحول دلوقتي من آآ من سترينج الانتقار فمتكتب كلمة دوت بارس انت. انت عايز تتحول ايه? لانتجر. بين الكوسين بتقول له ايه? اسمه متغير انت عايز تتحوله بقى من سترينج لمين لانتجر. اسمه متغير اسمه نام سترينج نام سترينج ده انت عايز تتحوله انتجر فبتقول له نام سترينج. تمام? الجزئية دي مش مهمة اول ان انت تعرفها يا. تمام? ده جزء اللي هو ال ايه? الجي و اي. فالطريقة التانية لو انت في متاع بتاعة الاسكانر فهي افيا ديك. مش مشكلة. طيب. يبقى ببساطة. الانسيرت الانسيرت في الانسورتد اري في اللي هو الري اللي مش مترتب. البيج او نتوشن بكان بواحد. كده كده احنا قلنا ان هو ايه? ما يهمنش الصايز بتاعي. حتى لو الصايز عندك مليون. فانت كده كده بتقول الري اوف الاتنين بيسوي كزا. الري اوف واحد بيسوي كزا. فانت تم الخطوة واحدة بس. يبقى بتاع الانسيرت بكام? بواحد.